السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر مرحبا بكم إلى درس جديد من دروس اللغة العربية حيث سنتناول اليوم الجزء الأول من النص الشعري الأهل أهلي والبلاد بلادي للشاعري فوزي المعلوف ويتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يستخلص الفكرة الرئيسة والفرعية المتضمنة في النص يوضح معاني الكلمات من خلال سياقها في النص توضيحا صحيحا يبين دلالة بعض المفردات من خلال صيغتها الصرفية ومن خلال المعجم والآن أحبتي نبدأ بالقراءة الاستكشافية تصفح النص في الصفحة السادسة والثلاثين لتستكشف الآتي دلالة العنوان النمط الموسيقي للنص سيرة الشاعر المفردات الجديدة دلالة العنوان فقد دل العنوان على الانتماء الصادق للشاعر إلى الأهل والوطني والاعتزاز بهما أما بالنسبة للنمط الموسيقي للنص فقد جاءت القصيدة على شكل الشعر العمودي الذي يلتزم وحدة الوزن والقافية أما الشاعر فهو فوزي المعلوف رائد من رواد شعر المهجر المفردات الجديدة مرت معنا بعض المفردات ومنها العنان سير لجام الدابة يهمي يسيل الإرغاء ما يعلو ما البحر من رغوة الإزباد لفظ البحر ما فيه من رغوة ونفايات عوادي نوائب الشاعر فوزي المعلوف شاعر لبناني بدأ حياته الأدبية كاتبا في الصحف والمجلات العربية هاجر إلى البرازيل عام 1921 أسس رابطة أدبية ضمت شعراء المهجر في البرازيل باسم العصبة الأندلسية تميزت حياته بثراء والموهبة الأدبية والمكانة الاجتماعية يعكس أدبه شعورا مسيطرا من الكآبة والحزن والتشاؤم ولد عام 1899 بلبنان وتوفي عام 1930 في بلاد المهجر من أعماله الأدبية سقوط غرناطة شعلة العذاب أغاني الأندلس من قلب السماء بين الطيور والآن أحبتي نتحدث عن مناسبة النص ينتمي النص إلى شعر الغربة والحنين إلى الوطن ذلك الغرض الذي تبوأ مساحة واسعة من الشعر العربي منذ أقدم العصور جاءت الأبيات نظرا لاغتراب الشاعر عن أهله ووطنه مفعمة بالحزن والتحسر على من قضى من زمان الأنس في ربوع الوطن وقد أجاد الشاعر في قصيدته التعبير عن غربته بأبعادها المكانية والزمانية والروحية والنفسية ومما يزيد من مكانة النص الذي بين أيدينا أنه يمثل تجربة إنسانية تتكرر في كل زمان وفي كل مكان على الرغم من كونه تجربة ذاتية عاشها الشاعر بنفسه واكتوى بنيرانها ويعد النص تصويرا صادقا لشخصية الشاعر فوز المعلوف ونفسه القلقة الكئيبة حتى عرف بأنه شاعر الرومانسية الحزينة عزيزي الطالب تعال معي نقرأ القصيدة قراءة جهرية معبرة أطلق لمدمعك العنان وخله يهمي إلى أن ينتهي بنفادي ودعي الضلوع تذيبها نيرانها حتى تجللها بثوب رمادي أصبحت في بحر كقلبك هائج متواصل الإرغاء والإزبادي متلاطم الأمواج تهدر فيه من هوج الرياح روائح وغوادي ونأت ديار الأهل عنك فلم يعد لك مأمل برجوع عهد الوادي أيام كنت به وعيشك زاهر وهواك بسام وفكرك هادي تتصيد اللذات بين رياضه وعلى جفونك نشوة الصياد وترى المنا ترنو إليك وكلها فرص تفوز بها بلا ميعادي والحسن يلهمك البيان فتنثني ونهاك مبتدع وقلبك شادي حينا تغني مع بلاب لدوحه وتئن حينا أنت الأعوادي أواه من ذكر القديم وحبذا عود القديم وإن عدته عوادي مهما يجر وطني علي وأهله فالأهل أهلي والبلاد بلادي هذا لساني لا يجئ بذكرهم حتى يلعثمه أنين فؤادي تالله إني قد وقفت عليهم روحي وأفكاري وكل جهادي أنا بعدهم لا ينتهي شوقي ولا يدنو صفايا ولا يطيب رقاتي والآن عزيزي الطالب بعد أن استمعت إلى القصيدة لابد أنك قرأتها تعال معي لنجيب عن أسئلة القراءة والاستيعاب السؤال الأول ما الذي أثار شجون الشاعر في مطلع القصيدة أحسنتم اغترابه عن وطنه وما نتج عن ذلك الاغتراب من آلام لا تنقطع السؤال الثاني كيف بدى لك الشاعر في المقطع الثاني؟ تفضل؟ أحسنت بدى غارقا في ذكرياته الحلوة في وطنه السؤال الثالث ما الذكريات التي استحضرها الشاعر عن وطنه في المقطع الثاني؟ أحسنتم هناءة العيش هدوء البالي التنعم بملذات الحياة انسجام قلبه وعقله مع كل شيء في وطنه السؤال الرابع ما موقف الشاعر من أهله كما تفهم من المقطع الثالث؟ تفضل؟ أحسنت باق على عهد الوفاء لهم بل قد وقف عليهم روحه وعقله وأصبحوا غايته وهدفه في كل جهاد والآن أحبتي إلى شرح المفردات والأفكار المتضمنة المقطع الأول نبدأ بشرح المفردات العنان سير اللجام الذي تمسك به الدابة يهمي يسيل ويصب بغزارة تجللها تغطيها الإرغاء ما يعلوم البحر من رعوة الإزباد إخراج البحر الرعوة وقذفها خارجه تهدر تصدر صوتا روائح الرواح السير في النصف الآخر من النهار غوادي الغدو السير في النصف الأول من النهار نأت بعدت والآن عزيزي الطالب لا بد أنك عرفت عما يتحدث هذا المقطع أحسنت إنه يتحدث عن آلام الغربة لدى الشاعر وهذه هي الفكرة الرئيسة للمقطع الأول كما تحدث الشاعر في هذا المقطع عن مظاهر آلام الغربة عليه ويأسه من العودة إلى الوطن ننتقل الآن إلى المقطع الثاني من القصيدة نبدأ بشرح المفردات ترنو تطيل النظر نهاك عقلك ومفردها نهية دوحه شجره العظيم الملتف تأنو تصدر صوتا مكتوما ينبئ عن التألم والتوجع والآن عزيزي الطالب عما يتحدث الشاعر في هذا المقطع أحسنت يتحدث عن ذكرياته في وطنه وهي الفكرة الرئيسة للمقطع الثاني وقد عبر الشاعر في هذا المقطع عن هناءة قلبه وهدوء باله في وطنه كما عبر عن تنعمه بملذات وطنه ومغانمه بالإضافة إلى تفاعل الشاعر مع مظاهر الحسن في وطنه والآن أحبتي ننتقل إلى المقطع الثالث ومع شرح المفردات أواه كلمة تدل على التوجع عوادي النوائب والحوادث المؤلمة يدن يقترب والآن عزيزي الطالب ما الفكرة الرئيسة لهذا المقطع أحسنت لقد عبر الشاعر في هذا المقطع عن وفائه لأهله ووطنه فالشاعر في هذا المقطع يعاني من ألم الذكرى ويتمنى عودة الماضي كما عبر عن بقائه على عهده مهما أصابه من وطنه وأهله مبينا أثر الذكرى فيه والآن أحبتي تعالوا معي لنجيب عن السؤال الأول من الفهم والتحليل في مصدر التعلم والسؤال أجب عما يأتي طرح النص قضية رئيسة هي تفضل أحسنت ارتباط المغترب بوطنه وأهله صغل فكرة الرئيسة لكل مقطع من المقاطع الثلاثة في القصيدة المقطع الأول أحسنت آلام الغربة المقطع الثاني أحسنتم أحسنتم ذكريات الشاعر في وطنه المقطع الثالث بوركتم وفاء الشاعر لأهله ووطنه السؤال الثاني استنبط فكرة كل بيت من الأبيات الآتية أصبحت في بحر كقلبك هائج متواصل الإرغاء والإزباد ما فكرة هذا البيت أحسنت الاضطراب الدائم الذي سيطر على حياة الشاعر بسبب اغترابه عن وطنه والحسن يلهمك البيانة فتنثني ونهاك مبتدع وقلبك شادي ما فكرة هذا البيت أحسنت أحسنت تفاعل الشاعر مع جمال وطنه إبداعا وطربا البيت التالي تالله إني قد وقفت عليهم روحي وأفكاري وكل جهادي ما فكرة هذا البيت بوركتم تكريس الشاعر حياته لأهله ووطنه السؤال الرابع قضية الغربة والاغتراب من أبرز موضوعات شعر المهجر وقد عبر الشاعر في هذا النص عن بعض مظاهر الغربة استنبت ثلاثة من هذه المظاهر مدللا من القصيدة على كل منها تفضل بني أحسنت من مظاهر الغربة التي ذكرها الشاعر في قصيدته سيطرة الألم على المغترب وانعدام القدرة على الانفكاك منه الحنين الدائم لأيام الهناء والسعادة في ربوع الوطن ازدياد نزعة الانتماء في قلوب المغتربين لأهليهم وأوطانهم عزيزي الطالب ننتقل الآن إلى معاني بعض المفردات في السياق وأذكركم أحبتي بأن المعنى في السياق هو المعنى الذي يمكن استخلاصه من سياق الكلام أطلق لمدمعك العنان وخله كلمة خله ما المعنى السياقي لهذه الكلمة؟ أحسنت اتركه حتى تجللها بثوب رمادي كلمة تجللها ما المعنى السياقي لهذه الكلمة؟ صحيح تحولها أيام كنت به وعيشك زاهر زاهر ما المعنى السياقي لهذه الكلمة؟ أحسنتم رغد وهواك بسام وفكرك هادي هواك ما معنى هذه الكلمة في هذا السياق؟ أحسنتم حبك تتصيد اللذات بين رياضه ما المعنى السياقي لكلمة تتصيد؟ صحيح تختار وتنتقي ونهاك مبتدع وقلبك شادي كلمة شادي ما المعنى السياقي لهذه الكلمة؟ صحيح هانئ وسعيد والآن أحبتي مع دلالة بعض الصيغ الصرفية في القصيدة وردت في النص صيغة فاعل في قوله هائج هادي شادي فتوظيف اسم الفاعل هنا أفاد أن الهياج أمر نابع من أعماق القلب لا يفارقه وكذلك كلمة هادي وشادي تفيد أن الفكرة كان منعما بالهدوء في ربوع الوطن كما وردت صيغة فاعل في قوله بسام وتوظيف صيغة المبالغة أثاد ملازمة السعادة والابتسام للشاعر طوال إقامته في وطنه وبين أهله كما وظف الشاعر صيغة متفاعل في قوله متواصل ومتلاطم وتوظيف صيغة متفاعل توحي بأن الشاعر في غربته أصبح هدفا للآلام وألوان العذاب التي يواجهها وما عليه إلا أن يتلقاها ويكتوي بنيرانها ووردت أيضا صيغة تفعل في قوله تتصيد وتوظيف كلمة تتصيد بمعنى يطلب الصيد دلالة على كثرة الملذات التي يمكن اغتنامها والحصول عليها في وطنه والآن أحبتي تعالوا معي لنجيب عن بعض أسئلة لغة النص السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة وضع خطا تحتها فيما يأتي معنى الكلمة التي تحتها خط في البيت الآتي هوج الرياح هوج تفضل بني أحسنت شدة العلاقة اللغوية بين روائح وغوادي هي تفضل صحيح طباق السؤال الثاني مستعينا بأحد المعاجم اكتب المعنى المعجمية لما تحته خط في الأبيات الآتية تذيبها نشوة يجر الكلمة الأولى تذيبها تفضل أحسنت ذاب ذوبا وذوبانا سال عن جمود والمقصود هنا تهلكها نشوة أحسنت الارتياح للأمر والنشاط له الكلمة الثالثة يجر تفضل بني أحسنت جار يجور بمعنى يظلم السؤال الرابع في لغة النص أنا بعدهم لا ينتهي شوقي ولا يدن صفايا ولا يطيب رقادي اذكر معنى صفا في البيت وضعها في جملة من عندك بمعنى آخر معنى صفا هنا تفضل أحسنت هناء ونعيم في جملة جديدة تفضل أحسنت صفا الماء فطاب شربه معناها في هذه الجملة أحسنتم خلا مما يكدره السؤال الثالث عشر قال الشاعر أواه من ذكر القديم وحبذا عود القديم وإن عدته عوادي تالله إني قد وقفت عليهم روحي وأفكاري وكل جهادي ما دلالة الكلمتين أواه وحبذا في البيت الأول مما سبق تفضل أحسنت أواه توحي بشدة الألم والمعاناة حبذا بوركتم توحي برجاء عودة الماضي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درسي الأهل أهلي والبلاد بلادي ترجمة نانسي قنقر